نقطة الأولى أنني نذكركم أنه المخزن المغربي المخزن المغربي لن لن يغبر الصفعة اللي تلقاها لحسن الثاني في 93 حسن الثاني تلقى صفعة في 93 وقلوا أحكيها لكم سوف نعود لكم سمحوا لي نعود أن نذكركم فيها ما عليش اليوم أنا يطولت ساعة وربعة لازم نتعب في 93 راح وزير الدفاع اللواء خالد نزار ومعه مدير الأمن الداخلي اللواء اسماعيل العماري راحوا للحسن الثاني وقالوا له جينا ندو من عندك الإرهابي العيائدة قالهم أوكي ما عليش نعطيكم العيائدة بسحكينا حاجة نازم نحلوا مشكلة الصحة الغربية وش ندنوني اخذوكم الصحة الغربية ونحلوا المشكلة الصحة الغربية ونعطيكم العيائدة قالوا له شوف في المكتب تاعوى في المكتب تاعوى هذا مسجلة مسجلة عند المخابرات المغربية وبالدليل. خالق نزار قال للملك الحسن الثاني في المكتب بتاعه. قال له شوف سلمني. شوف. أنا جيتك باسم الدولة الجزائرية جيت باش ندي إرهابي رحوا عندك. قتال. ما جيش باش نتفاوض معاك. تعطيني الإرهابي هذا نديه. أو شكراً على القهوة وشكراً على السيغار. يعطيته لي. يعني اعطله سيغار هدية. قالوا شكراً على السيغار وشكراً على القهوة وبإتباه على خير. وتحمل مسؤوليتك. هذه كيف كنت الدولة دولة وقانور رجال رجال. الجينا ندي reinsرهابي تعطيه لي. الله ما بالك. ما تعطيه ليش يكفر خيرك على القهوة ورأي أن يرايح بالصح. تحمل مسؤوليتك. تحمل مسؤوليتك. حسن الثاني شاف الشرر شاف النار في عين خالد من الزار وشاف النار في عين سبعيل العمال يعني تخلصها غالي عيط الادريس البصري لا يرحمه ما ثاني وزير الداخلية اللي كان هو يعني الرجل القوي عيط له قلوه رواح ادريس رحشوف معهم اعطيهم الارهابي وهنينة مناش قدهم اخطينا يا رحم ببك اعطيهم الارهابي التاعهم واخطينا رح بعد عشاوا جايبين الارهابي قص قرمت هذه المخزة المغربية عمره ما يسمحها للجزائر انك تروح تهدوا في قصره وعشان يقولكم الكلام هذا رحوا تبعوا الخطابات بتاع خنزير باريس وليه يدموا زيت زيت والشعارات اليوم في باريس يا هدروه شنهي؟ خلد نزار اصاصر توفيق اصاصر وش دخل توفيقه نزار؟ توفيق نزاره واحد مرياض مسكين عادو 85 سنان خاطئ خرجوا من الحكم وما عندهم حتى علاقة بعض الحكم خرجوا خلاص تقاعدوا وكما يقولك الناس طاب جنانهم كل واحد ياتي بمرضه كل واحد ياتي بمشاكله لكن وش كل يقلهم باللي يسبوا التوفيق ونزاره؟ المخزن المغربي لأنه لو كان اسماعي العمار يحي يقوله نزار اسماعي مسكين عاد اسماعي الميت؟ يقولهم لا اسماعي يتغطونا اهدرو الى التوفيق ليه مزال حي لأنه التوفيق كان شاف تاع اسماعي التوفيق كان مسؤول تاع اسماعي إذن بالنسبة ليهم الانتقام من نزار والتوفيق لابد منه الانتقام من التوفيق اللي هو مسؤول اسماعي الله يرحمه وخالد نزار لا بد منه لازم ينتقلوا مخابرات المغربية وأزولاي مستشار الملك حسن الثاني ومستشار محمد السادس راح مسجل كلش وعنده وصية أزولاي عنده وصية من عند الحسن الثاني قاله قولها البني جيب لي فاري من خالد نزار واسماعي العمار والتوفير ذلوني وهانوني في قصري ذلوني وهانوني في قصري وهدوني لازم تجيب لي فاري يا بني ويا ابن ابني حتى ابن هذا محمد سيس راح يتكلم على خالد نزار والتوفيق حتى ويموتوا الله يطول عمارهم حتى ويموتوا ويقول لك والله ذاك العام هانوني جدنا وكذا 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 ما ينسوش ما ينسوش الصبعة ليعطاها لهم نزار واسماعي العمار في قصره في قصره في قصره الداخل في قصره ويعطيه ويعطيه كيف قد شرلوموت كسلوه إذن هذي عمرهم ما ينسوه عمرهم ما ينسوه عمرهم ما ينسوه في قصره ترجمة نانسون ترجمة نانسي قنقر